مولد الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم فيه علماء كتير جدا عن انه يوم مولده حصلت فيه معجزات كبيرة جدا جدا في الدنيا سواء كانت معجزات خاصة به هو شخصيا انه هو مثلا زي ما قيل انه ولد مختون او حاجة من الامور دي كلها مقطوع السرة وغيرها والجانب الاخر من المعجزات اللي كانوا بتكلموا عنها انه تسقط بقى الاصلام حول الكعبة وكسر ايوان كسرة والامور دي كلها فهي انتكلم محركة عن المعجزات اللي بتكلم عنها كتير من العلماء اللي حصلت يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلاة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كما يقول الذهبي في ذكره لهذه المعجزات يكون معجزات اشتهرت ولكنها لم تصح فكل ما ذكر من كون ايوان كسرة طفأت ناره وتصدعت اربعة عشر شرفة وما جاء في كف انكفاء الاصنام وما جاء في جفاف مياه وفيضان مياه الى اخره كل هذه الروايات يعني اما وهي او مكذوبة او موضوع ولكنها اشتهرت يعني يمكن الصحيح في هذا الامر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد حسن انه امه حينما حملت فيه رأت نورا يخرج منها يضيء الكون ايضا الرواية اللي تقترب من الحسن اللي هي انه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا لكن العبرة ليست في هذه المعجزات التي صاحبت مولده صلى الله عليه وسلم شوق يقول في قصيدته نهج البردة جاء النبيون بالآيات فانصرمت يعني كل هذه المعجزات صحت او لم تصح انصرمت اين عصى موسى انقضت انقضت جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئت بالكتاب الليس منصرمي هذه هي الآية هذه هي المعجزة العظمى التي امتنى الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى امة محمد وهذا خلاف لسائر الانبياء كانت المعجزة تأتي للنبي اما كتاب الله عز وجل فهو معجزة خالدة نحن اصحاب هذه المعجزة ورثتها الآن ونفخر بها ونباهي بها ان جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئت بالكتاب الليس منصرمي آياته كلما طال المدد جدد يزينهن جمال العطق والقدم يعني ما جاء في الروايات العديدة لا ننكره ولا نصححه يعني هذا ما فعله الذهبي قال انها اشتهرت ولكنها لم تصح ما ارتقى منها لدرجة الحسن هو في الحمل وليس في الميلاد ان ام النبي صلى الله عليه وسلم رأت نورا يخرج منها ويضيء الكون وما يقترب من درجة الحسن انه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا ساجدا رافعا اصبعه وكأنه يسبح وان كان فيه ضعف ولكنه ليس يعني كغيره من الاروايات التي فيها انكار وشديدة وانا فعله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة